ما زالت هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدين الكرام لليوم الرابع على التوالي وعلى هامش انعقاد هذه القمة في مدينة السلام فقد أجرى مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاءا مع هايندستورم أحد المتخصصين في التعامل مع الهيدروجين الأخضر بظل المتابعة الخاصة بكوب 27 يعني هناك ملفات عديدة متعلقة بالتغيرات المناخية والتعامل مع الطاقة الصديقة للبيئة جزء كبير من التعامل مع الطاقة الصديقة للبيئة هو التحول للتعامل بالطاقة الهيدروجينية الهيدروجينية سبعا كانت الخضراء أو الزرقاء ولكن ما أهميتها وما مدى تأثيرها على المناخ بشكل عام معي الآن مستر هايندستورم وهو أحد متخصصين التعامل مع الهيدروجين أو الهيدروجين الأخضر بشكل عام وهو ديبلوما خاصة في التعامل مع الهيدروجين الأخضر من ألمانيا سنرحب به الآن وسننتعرف منه على أهمية التعامل مع الهيدروجين الأخضر وأهمية وجوده في الطاقة بشكل عام سواء الطاقة الجديدة أو الطاقة المتجددة مستر هاينز السيد هاينز شكرا لوجودكم معنا على القناة الأولى أولا حدثنا عن أهمية وقود الهيدروجين أو الهيدروجين الأخضر وكيف سيؤثر على التغير المناقب بشكل عام حسنا بالطبع نحن نحتاج لبدائل ونحتاج أن يكون انتقال للطاقة الخضراء وأن نتقال عن الطاقة المتغددة هناك لدينا الهيدروجين وأتحدث بشكل خاص عن الهيدروجين الأخضر ونحن نتحدث عن الهيدروجين الأخضر هذا هو الحل الوحيد المتاح لدينا لسياسات المناخ وأنشطة المناخ ولحماية المناخ كيف يعملوا؟ كيف يمكن أن ينتج الهيدروجين الأخضر؟ ولهذا السبب أنا هنا وأشارك فيما قبل المؤتمر وفي السكرتاريا العامة بالأمم المتحدة وسأعطي عرضا تقدمي يتحدث عن التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتكنولوجيا الهيدروجين من خلال تطبيقها في الدول النامية هذا موضوع مهم جدا لدينا حوالي 52 دولة نامية تحتاج طاقة نظيفة وتحتاج أن تكون بسعر مناسب ولهذا السبب أنا هنا لكي أغبرهم وأرشدهم وأنصحهم وأحدثهم عن التكنولوجيات المختلفة وما يمكن أن نكون به لكي يكون هناك استراتيجيات خاصة بدلك الدول وأن نستخدم مشاريع مناخة رابطة باعتبارها مرشدا لهذه الدول إذن الأمر المهم ليس فقط التخطيط ولكن التنفيذ وتطبيق الأمور على الأرض هل تعتقد أنه ستكون هناك نتائج؟ هذا سؤال عظيم التنفيذ هو أهم شيء نحن ننتقل من النظرية إلى التطبيق وفيما تعلق بالتطبيق فإننا نحتاجه لإرشاد هناك من يسألون عن ذلك وما الذي يجب أن نفعله في بلادنا نحتاجكم هناك الكثير من التكنولوجيات من فضلكم ساعدون بشأنها إذن التنفيذ سوف يكون أسرع وهنا أتحدث عن التنفيذ ماذا كان السؤال الثاني؟ السؤال الثاني كان حول شيء هام وهو المشروعات التي يجب تطبيقها على الأرض ولقد سقط لي مثال مثل مناخة رابطة هل يمكن أن نتحدث مشروع مناخة رابطة يساعد الدول النامية في تطوير تكنولوجيات يمكن أن تسرع بعملية التنفيذ والبرامج الاقتصادية وهذا أمر مطلوب نحن نحتاج برامج اقتصادية هذا تأسيس لبعض البرامج التي تسرع في أتنمير الاقتصادية وهنا نحن نتحدث عن التنفيذ وفي كل هذه الدول النامية من خلال هذه التكنولوجيات المختلفة نحن أيضا نعتمد على الموارد المتاحة في كل دولة وكل إقليم المهم الذي يمكن أن نستخدمه لإنتاج الهيدروجين الأغضر هل سنستخدمه من الفحم من الغز الطبيعي من مكبات نفايات كل هذه الأمور يجب أن يتم فحصها أولا إذن يتم استخلاص الهيدروجين من الفحم وهذا قد يكون هناك ما زال هناك نوع من الصراع مع الوقود الذي ليس هو صديقا للبيئة هناك العديد من العمليات وفي تلك العملية حين نستخرج الهيدروجين من الفحم أو من الغز الطبيعي أو من أي وقود حيوة فإننا نحصل ونستخرج ساني أكسيد الكربون بسعر رخيص جدا على سبيل المثال يقال أنه 2 يورو للطن إذن الأمر يختلف إذا استخدمنا مكبات نفايات أو الكتل الحيوية وأيضا الغز الطبيعي يستخدم في استخراج الهيدروجين إذن نحن نحاول أن نقدم عمليات بأسعار مقبولة وهذا سيساعد في الإصدهار هنا في مصر 90% من الهيدروجين يأتي من الغز الطبيعي والرئيس السيسي قام بعمل رائع ولديه رؤية جيدة لبلاده للقيام بذلك ولتصديره إلى الدول الأوروبية قد يكون إلى ألمانيا وأيضا هناك الهيدروجين الأزرق كما اعتبر أحد البدائل الأخرى ولكن أخيرا الحل الأفضل سوف يكون هو الهيدروجين الأغضر واستخراجه من مكبات النفايات ومن القمامة وهذا سيكون بتكلفة قليلة ولكن هذا سيكون بتكلفة أقل نحن نحصل على المياه وعلى المعادن من مكبات النفايات وبالتالي من خلال هذه العمليات نحن نستطيع أن نحصل على ابتاقة أيضا إذن الأمر سهل أن نقلل إنبعاث إساني أكسيد الكربون كما يحدث في زراعة المزيد من النباتات التي تستخدم غساني أكسيد الكربون في عملية النمو أعلم أن هذا سيقدم أهداف كوب 27 وسيؤدي إلى تطبيق المزيد من النتائج شكرا جزيلا سيد هاينز على هذه المعلومات وكما رأينا يا فكرة التحول للتعامل بالهيدروجين الأخضر أو حتى الأزرق حتى لو استخراج هذه المواد الهيدروجين من الغاز الطبيعي وتحدث أيضا ميستر هاينز عن الجهود المصرية وتحديدا جهود الرئيس عبدالفتاح أحساسي أن له رؤية في التعامل مع التطورات الخاصة بيئة الصديقة للبيئة وتعامل مع التحديات المونيقية ومنها أيضا المشاريع الهيدروجينية التي يتعامل بها والتحول أيضا للتعامل بالغاز الطبيعي إذن هذا ما لدينا الآن